اهلا بحضراتكم من جديد من رئيسها توماس بخ توماس بخ هو الرجل رقم واحد في الرياضة في العالم مبدئيا وهو من الشخصيات المؤثرة جدا في اللوايح والقوانين العالمية والتنظيمات الأولمبيات وليه أراء كبيرة جدا جدا انبارح هو هيزور مصر طبعا يوم 23 سبتمبر اللي جاي طيب هيزورها ليه أنا أقول لحضراتكم الكسر ده دكتور أشف صبحي وده المهند شام حطب ودي زيارة ليه اللجنة الأولمبيا المصرية ده على فكرة مدحف اللجنة الأولمبيا المصرية أنا دخلته كتير وشفت وده على مدخل اللجنة الأولمبيا من بره ده السلم بتاعها من بره دكتور أشف صبحي راح لمهند شام حطب وتفقد يعني آخر المستجدات وآخر الاستعدادات لزيارة توماس بخ طيب توماس بخ جاي زورنا ليه أولا كل دي شهادات تأدير ومصر تاريخها الأولمبي ممتد يعني لقديم ليمكن لبداية القرن اللي فات وليه لها تاريخ كبير جدا طبعا في الحركة الأولمبية العالمية فدكتور أشف صبحي ومهند شام حطب يستعدوا لهذه الزيارة طب توماس بخ جاي يعمل مصر يهو جاي إن شاء الله هيلتقي بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان طبعا أكيد اللقاء ده مترتب له من الفترة طبعا هو جاي يقابل طبعا سيادة الرئيس وفي نفس الوقت نستطلع رأيه في استضافة مصر الأولمبيات أولا وزارة الشباب وضحت بما لا يعني يدع للشك إن هي مصر ما تقدمتش لاستضافة أولمبيات 2036 حتى الآن احنا ما تقدمناش ولكن في زيارة توماس بخ أكيد هنتطرق ليه ده أكيد هنتكلم طب لو حبينا نستطيع فإنت شايف إيه بدليل إن الراجل ده مترتب له زيارات لمدينة مصر الدولية في العاصمة الإدارية ومترتب له زيارات لكل المنشآت اللي عمل الجديد والبنية التحتية الرياضية بالإضافة طبعا للبنية التحتية اللي حصلت في مصر ككل يعني كطرق وكمنشآت سياحية تستضيع إنها تستضيف عدد كبير من الرياضيين يعني عايزين الراجل يطلع على مواسط إليه مصر ودي على فكرة حاجة يعني خطوة كويسة ليه لأ لما راجل كبير زي ده ييجي وكل وكالات اللي أنا بقى تتكلم والراجل يروح يزور ويشوف ويلف اللي بيشوف غير اللي بيسمع دايما كده فأكيد طبعا هيبقى الانطباع جيد ممكن مصر بعد كده لما تسمع منه يعني مصر يعني عايزة أي منه راضيات مصر عايزة تبقى الدولة العربية والأفريقية الأولى في التاريخ اللي تستضيف هذا الحدث الكبير وإنت عندك دلوقتي من وجهة نظر نحن عندنا الإمكانيات عندك إمكانيات بنية تحتية راضية قوية جدا والكلام ده يعني بالفعل والقول ليه؟ لأن انت عندك بطولات عالمية اتنظمت خلال السنتين اللي فاتوا بداية من قلب كورونا قلت الياد اللي اتعاملت عشرين عشرين صح يا جماعة في يناير عشرين عشرين واحد وعشرين في عز أزمة كورونا وإحنا بننظم بطولة عالم وبعديها فتحت الرياضة في العالم كله ونظمت بعدها ممكن عشرين تلاتين حدث الرياضي الكبير على مستوى بطولات العالم إذن انت عندك عملت مش ما عملتش الحاجة الثانية عندك كوادر دلوقتي عندك كوادر على مستوى الميديا والإعلام والكلام ده كله تقدر تنقل الأحداث دي يعني عندك كوادر كبيرة جد طيب نخش بعد كده على المنشآت المغزية بقى واللي بتساعد سواء قتلات عندك يعني داخل القاهرة أو في مدن أخرى زي شارم الشيخ زرهاد ده عندك طرق يعني أنا تذكر وأنا صغير لما تقدمنا المونديال لتنظيم مونديال ألفين تقريبا عشرين عشر اللي خديته طبعا ساوس أفريكا ساعتها وكان مفروض مونكة مصر متقدمة من ضمن النقط الاعتراض وأنا فكر كويس قوي جدا لأنه كان ساعتها رئيس جهاز الرياضة الراحل كابتن طلع الجنيدي هو كان مدربي في يوم الأيام ولكن كنت يعني كنت مطلع الملف ده فتصربت أخبار كده إنه من ضمن اعتراضات اللجنة اللي جات الطرق إن كانت الدنيا زحمة لو الفريق تنقل من مكان لمكان ممكن ياخد وقت الجمهور اللي هيجي يتابع الأحداث الرياضية أو كاس العالم هيتنقل إزاي إحنا دلوقتي ما عندنا لاش أي مشكلة في هذا الكلام فمن حق مصر إنها تحلم ومن حقنا إنه نحن نحلم باستضافة أولمبيات العالم وليه لا؟ وليه لا؟ ممكن نتوم أسبخ لما ييجي يعني يقتنع ويشوف بنفسه اللي وصلت ليه مصر كابينيا تحتها الرياضية في الحالة دي يقول لك والله لا يا جماعة طيب يلا أنا موافق قدمه وهدعم الملف بتاعكم الدنيا بتيجي كده ما بتجيش إن انت بتروح هب يلا طخنا مقدم لا طبعا بتيجي إن أنت الأول بتجيب الناس يشوفه طب نقدم وتدعمونا لا ما تقدموش خلاص مش هنقد طب نقدم وما تدعمونا آه قدموها ندعمكم طب إنتوا شايفين اللي ينقصنا لا والله إنت رئيسكو مدمار في كذا نايسكو مثلا حمام سباحة كذا نايسكو كذا نايسكو مثلا قتلات في المكان ده طب هجيب لجنة من عندي تشوف هويا كده الدنيا بتمشي كده وخلي بالكو برضو أكيد أنا بقول لكم من الكواليس اللجنة الأممبياد الدولية توماس بخدر حضر إيه يا جماعة حضر كاس العلم لكورة اليد اللي كان هنا بطولة العلم حضر أحداث رياضية بعد كده كتير هنا في مصر وكان متابع وبنعنا عليه وبعد ما جئ كاس العلم لكورة اليد هنا بنعنا عليه جمد قلبه وتم إقامة توكيو 2020 اللي اتعامت 2021 يعني بطولة العلم هي اللي فتحت نفس الناس وفكرة البابل والفقاعة الهوائية اللي بيتعزل فيها اللعيبة ما بتخرجش بره والقصة دي شافها شافها لايف قدامه فتشجع وأصر أنه يعمل أمبياد توكيو واللي جان بتاعته جات العينة فإذا معلش أنا بستطد في الخبر ده بس هو ده الطبيعي إن مصر هي ده دورها دلوقتي خلاص مصر تقدر وعندنا من البنية التحتية اللي نقدر نقول يا جماعة تعالو وعايز أقول لكم الدولة اللي بتنجح وتستضيف حدث زي ده بتقعد قبليها عشر سنين يعني بص أنا أقول لكم بتتسيط بتتسيط الدولة اللي بتاخد حدث كبير قبليها كاس عالم كل القدم أولمبيات حاجة زي كده بتبقى محط أنظر العالم عشر سنين وبحصل طفرة اقتصادية وبحصل طفرة في حاجات كتير وتعاون مع جهات كتيرة يعني تبقى الدنيا جميلة جدا فتمنى إن شاء الله إن احنا نسير بخطة سابتة في هذا الملف ويا رب نحلم فيهم الأيام نشوف الأولمبيات هنا في مصر بإذن الله